في رحلة وطن أنا توقفت على قصة حلوة لما كان بايدن نائب الرئيس الأمريكي وإجاء التقى بك وطلب من عندك تقدم الولايات الثانية السيد المالكي أنه أن تدعم السيد المالكي وإلا سيحصل انغلاق سياسي لكن مع هذا أنت رديت ما قبلت في لحظتها لأنه قلت يجب أن نفتش عن بديل الأسباب بالضرورات في هذا هذا أعتقد بالألفين وعشر تماما أي الثاني أتحدث بعد ثلاثة سنة هو المنهج نفسه الحقيقة نكن محبة كبيرة لأخينا السيد المالكي وهو شخص محترم ومقدر وصديق ولم تكن لدينا أي مشكلة مع شخصه في علاقتنا الشخصية مع السياسة في أي وقت من الأوقات لكن قناعاته منهجه أولوياته هي اللي هي خاضعة للتقييم والنقاش وما شابه ذلك وأيضا المسألة لم تكن تخص سياسة وحدة كانت تخصه ظروف الوضع المجتمعي موقف القوة السياسية المكوناتية الأخرى ظروف البلد الأولويات التي كانت يعتمدها السيد المالكي مجمل تقييمنا أن هذه الخلطة هذه التوليفة غير منتجة وستعرض هذا المسار سيعرض البلد إلى انتكاسة هذا كان فهمنا لكن نحن لا نفرض فهمنا على الآخرين قلنا ما دام إحنا أدنا هذا الفهم بأي مبرر نشارك وإحنا شايفين الأمور ما رايح بالاتجاه الصحيح نحترم نفسنا ويعني ننسحب من هذه العملية ولكن آخرين اقتنعوا وتشكلت أغلبية ومضوا على بركة الله وأنا كنت سعيد أن الحكومة تشكل وأن نخرج من الانسداد السياسي واللي استمر أكثر من ثمانة أشهر في ذاك الوقت الناس تحتاج إلى حكومة دير أمورها وتخدم مصالحها فتشكلت حكومة وكان فيها أغلبية مريحة ومضت الأمور إحنا بقينا أوفياء لقراءتنا لاستشرافنا لتحليلنا واليوم لست نادما على ذلك الموقف ولعل آخرين أصبح ممن دخلوا في يومها بعدها بسنتين من القادة المشاركين كان يهمسون في أذني ويقولون اتخذت القرار الصحيح ونحن وقعنا في ورطة حين دخلنا وبعضهم انسحب رسميا في منتصف الطريق كما تعرفون القرارات الجرية أو القرارات المفصلية التي تتخذها في مرحلة من المراحل قد تكون الزعل الآخرين تكلفك؟ لا شك أي قرار يتخذ الإنسان وهو متصدي للشأن العام في الوضع السياسي الاجتماعي رح يرتاح لها البعض يزعل منها البعض الآخر بها تبعات بها انزعاجات بها كلف لكن الإنسان يجب أن يكون وفي لفهمة وتحليلة وقراءة الأمور ووفي لمصالح شعبة بحسب ما يقدر لذلك لم أدخر جهدا في تحمل كل الفاتورات والضرائب الكبرى التي تحملتها نتيجة المواقف التي تخذتها في مراحل سابقة لأن شعبنا كان يستحق ذلك